اشتركوا في القناة في الحقيقة يعني خلال المدة اللي مرت احنا كان اكو نوع ما من مسألة الاهتمام بالتظاهرات وفي نفس الوقت ايضا علينا ان نهتم ببعض التفاصيل الاخرى لا نجعل فقط يعني اهتمامنا فقط ينصف باتجاه واحد ولكن علينا ان نراقب ونحاسب او ندعو لمحاسبة المسيء وبالاضافة الى انه يجب علينا ان نكون قد وقعنا على الاخطاء التي يجب ان تصحح من اجل ان لا نقع بها مرة اخرى في على الارض ما هنا نتحدث عن مسألة الخدمات هذه المسألة التي لها الباع الطويل ونحن نشاهد ايضا اساس خروج مثل هذه التظاهرات والوضع المتأزم الذي في العراق اليوم هو نتيجة لتراكمات عديدة كما يقول خبراء ويتحدثون بهذا الشأن بشكل مستمر الايام اللي مرت على العراق ربما وهي لا تزال لحد هذه اللحظة هي ايام صعبة للغاية ايام خطيرة ربما قد نخشى شيء سيء لا سامح الله ولكننا لا زال لدينا الامل بضرورة ان نكون قد انجزنا شيئا جميلا من الممكن ان يصل اليه العراقيون على طبق من ذهب ولكن في الحقيقة هذه المشاكل هي لها انعكاسات كبيرة ولها اضرار مختلفة وكل خطوات ربما من بعض الجهات في الحكومة او حتى الحكومة بشكل كامل حينما تتخذ بعض القرارات راح تؤدي الى خسائر في المجتمع وهذه الخسائر طبعا سيدفع ثمنها المواطن الذي هو له دخل محدود في العيش في الحياة ولكن في الحقيقة قبل ان نبدأ بمثل هذا الموضوع اللي هو ما مدى خسائر التي وقعت على العراقيين خلال فترة انقطاع الانترنت وهنا نتحدث عن التزامات بين الشركات والمستثمرين ورجال الاعمال والمواطنين ولا نتحدث طبعا عن جانب في مسألة التظاهرة جانب مسألة التظاهرة هذا بحد ذاته منفصل ويحتاج الى ساعات طويلة للحديث عنه ولكن في الحقيقة حينما تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات عليها ان تكون هذه القرارات ليست قرارات انعطافية سريعة وانفعالية في نفس الوقت بقدر ما ان تكون هذه القرارات هي تأتي من خلال دراسة مستفيضة ومتابعة كل تداعيات الايجابية والسلبية بعد ان يتخذ مثل هذا القرار وهذا هو لب وذكاء السياسيين في مثل هذه الظروف ولكن للأسف ربما بعض الخطوات وبعض القرارات تتخذ من قبل الجهات المعنية تكون خاطئة وتعود بشكل السلبي على المواطن العراقي الذي هو غالبا ما يدفع ثمن مثل هذه القرارات وهذا ما سيترتب عليه امور اخرى تكلفه اموالا كثيرة وهو الان في حاجة ماسة الى توفير مثل هذه الامكانيات ومن هذه الموارد الاقتصادية تحدثنا سابقا في الحلقة السابقة ربما ان هناك في الحكومة لديها خطوات هذه الخطوات قد تكون من اساسها انه يكون العراق لا يعتمد فقط على النفط وعليها ان يبحث عن مصادر دخل اخرى لتعزيز موازنته المالية وهذا ما هو شكل اساسي في رفع مستويات المعيشة للمواطن العراقي وايضا القضاء على ما كنا نعرفه في كل سنة مالية بما يسمى بالعجز المالي العجز المالي وهو الذي لا تستطيع الحكومة ان توفر الاموال اللازمة لشريحة معينة وللمجتمع او للشعب بالتالي ستنعكس سلبا على الاداء الحكومي وهذا الاداء الحكومي هو ولد النحال من الفشل والبؤس لدى المواطن العراقي مما دفعه ان يثور على هذه التراكمات الموجودة ربما هناك بعض من يتحدث عن مسائل مختلفة لا نريد ان نأخذ بها متسع اكثر في مسألة الرواتب هناك من يتخذ لحد هذا اليوم اكثر من راتب وهو في الدولة لديه راتب تقاعدي عن منصب ما لديه راتب تقاعدي عن وظيفة ما وهو الان يتقلد منصب في الدولة وله راتب ايضا نهيك عن الرواتب الاخرى سواء كان من السجناء السياسيين سواء كان من رفحاء سواء كان نائبا يعني كما ذكرنا قبل قليل بان له راتب اخر هذا لا يتأثر مطلقا في مثل هذه الامور الادهى من ذلك انه قبل يومين تحديدا اللجنة التي كلفت بكشف ملفات الفساد اكتشفت بان هناك هدرا بالاموال التي ربما يصل عددها الى مليوني او عدد الاشخاص الذين يأخذون اموالا باهضة الثمن وعالية ايضا يصل عددهم الى اكثر من مليونين وثلاثمائة موظف او شخص طبعا هؤلاء هم تابعين الى جهة هذه الجهة حقيقة تأخذ رواتب من الدولة ويعني لا نعرف ما هذه الرواتب التي تدفع بمبالغ ضخمة حجم التي تم كشفها ما يقارب الاربعة وخمسين مليار دينا يعني تقريبا نصف الموازنة خلي نقول يعني هذه 54 مليار دينار عراقي ربما مبلغ ضخم جدا يدفع لشريحة معينة تم كشف ان هناك مبالغ ضخمة تم اخذها من خلال طريق خطأ واعتمادات خاطئة ويجب ان يدفعوها المشكلة مو هذه بس المشكلة انه من امر باسترجاع هذه الاموال سيستقطع ربما مليون دينار شهريا فقط من رواتب هؤلاء الذين تم كشفهم هذه الخطوة على الرغم من انها جاءت وباتخاذ قرار خاطئ او عفوا اتخاذ قرار بطيء وضعيف لان مليون دينار يستقطع من مبالغ هذه الفئة ولكنها طبعا هي هذه موفئة من الشعب وانما فئة من المسؤولين يعني حتى نكون مواضحين هذه الاموال بينما نجد موظفين يعني شخص يقول هو موظف في التربية او في معلم خلي نقول في احدى المدارس كان هناك خطأ في اضافة ان هذا الشخص لديه اطفال ويأخذ منحة زوجية او اضافات زوجية وما شابه ذلك بالتالي تم كشف ان هذا الامر هو لا يعلم يقول انا شنة ما اعرف اجا راتب هذا الشهر راتب الثاني اجا مرتفع فسألت ليش قالوا هاي راتبك هو هالشكل اخذه وانت ساكت يقول اخذته رحت بعد فترة من الزمن اكتشف اول سنتين ربما او ثلاثة اكتشف انه يعني جولة قالوا يا با انت راتبك ضايفين عليك فلان شيء وفلان شيء وانت ما عندك هذا الموضوع قالهم اي اي انا وبلغت فبقيت قالوا لا رح ناخذ منك راتب يكون استرجاع استقطعوا كل الراتب من هذا الموظف اللي هو مؤلم او مدرس فانت لو كنت استقطع جزء ما رح تأثر على حياة هذا الانسان اقتصاديا وماليا والتزاماته بينما اللي رواتبهم عاليا استقطع منهم مبالغ مخصيطة وهذا الاساس في مشكلة حقيقية ايجاد مفاوتات وتفاوت كبير بالطبقات بين المواطنين والمسؤولين لذلك هذا اللي دي يصير بالبلد هو نتيجة مثل هذه القرارات نتمنى انه يعاد النظر بمثل هذه المواقف بقرارات الدولة رح نجي الى القرارات الاخيرة خاصة مشكلة الانترنت اللي تسببت بخسائر كبير احنا في الحلقة السابقة ايضا نوهنا على هذا الموضوع ولا زلنا ربما يعني في اي لحظة يقطع الانترنت وبالتالي تعود الخسائر فان اسرارنا على يعني تبيين وكشف مثل هذه الملفات او كشف مثل هذه السلبيات على المجتمع يجب ان تبقى في ذكر هذه البرامج حتى من ارجع النوقع بخطأ اخر من قبل المسؤولين ما اودنا انه خسائر فادحة نجمت في العاصمة بغداد فقط لشركات السياحة فقط لشركات السياحة والسفر مبالغ مالية ضخمة تم خسارتها بسبب هذه السلوك خلينا نذهب الى العاصمة بغداد ورح نشوف طريقة او ما مدى تأثير مثل هذه القرارات على الاموال وعلى حياة المواطنين هناك ابقوا معنا تسبب قطع خدمة الانترنت بمشاكل كثيرة وخسائر مادية كبيرة للكثير من شركات الاتصال والسياحة والسفر وشركات الحوالات المالية ناهيك عن بعض المهن الاخرى التي تضررت من قطع خدمة الانترنت والتي جاءت من الجهات العليا على حد قول وزارة الاتصالات قطع الانترنت تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مو بس العلاقات يعني على مستوى البلد وهذا طبعا حسب ما ذكرت التقارير انه العراق خسر بحدود 40 مليون دولار يخسر وهذا طبعا يعكس على الوضع الاقتصادي للبلد ينتظر العراق بشركات قطع خاص وحتى القطع العام اثر علينا نسمة 100% احنا شغل شركات سياحة يعتمد اعتماد على الانترنت كل شغلنا على الانترنت منوقف الانترنت ووقف الشغل تذاكر اونلاين والسيستيمات كلها وقفت هسا شون ذي نشتغل احنا على المسيجات يعني ندز اسم المسافر بمسيج يدزونا بانار بمسيج والطيارات اغلبيتها فارغة تطلع يعني ما الشغل هو يثر علينا اصحاب الشركات تحدثوا لسوراء الفضائية عن الخسائر التي سببها قطع خدمة الانترنت والضعف الكبير في قطع التذاكر والاقبال الضعيف على الشركات السياحة والسفر والتوقف عن العمل طوال مدة قطع الانترنت كما نشد الحكومة باعادة خدمة الانترنت لما لها من اهمية ومصدر رزق للكثيرين يعني موقف شغلنا قطع رصغنا اصلا هذا الشي ومو بيزي قطع الرزق يعني احنا احنا ادنا مشاكل انه اكو ناس ادنا مواعدوا اياهم اكو مقاعد ادنا اكو اشياء هزيه ماقدرنا انهم نبيحها ماقدرنا انهم نشتغل ماقدرنا انهم نجهز وبنفس الوقت اكو حتى اعثر انا غير اشياء اهمات انا حتى اكو حوالات انه لازم توصلنا اكو اشياء رحلوا بالحوالة اذا الشهرين احنا لشهر العاشر والداعش خسارة فساني تعرف ابو الملك مايعدر قولك اي حكومة انا ما اليشغل بالموضوع ياخذ ايجار يعني واقع الشركات يطلبون تزديد بالمقابل احنا انا نرزقنا مقطوع يعني من وراء الانترنت موحل هذا قطع الانترنت ابدا موحل اضرار ومشاكل وخسائر مادية كبيرة تسبب بها قطع الانترنت تضرر من خلالها أصحاب شركات السياحة والسفر والحوالات المصرفية ناهيك عن بعض الميهن الأخرى التي تضررت من هذا القطع من بغداد علي الحسني سامران فضائية بالفعل هذه فقط جزء محدد وقليل من المواطنين الذين شكوا من تداعيات قطع الأنترنت وخدمة الأنترنت في العراق هذا أيضا يجب على الحكومة أن تضعه في الحسبان وتراعي أنه المواطن كي لا تزيد ما يجري اليوم على الشارع ونتحدث بأنه يجب على المواطن أن يكون منضبطا في نفس الوقت نحن نضغط على المواطن وبالتالي سيتسبب هذا الأمر بخسائر مادية على المواطنين الذين دخلهم محدود يعني مثل ما لاحظنا يقول لك أبو الملك هو يريد إيجارة وخلاص يأخذ فليساته وإيجارة وينتهي الموضوع لكن منه اللي رح يدفع الثمن المواطن والشخص اللي يعمل في مثل هذه الشركات أو غيرها فإذن هذه بحد ذاته هي مشكلة أساسية علينا أن لا نقع بمثل هذه الأخطاء ونكون حذرين بأنه نتقمص أساليب وطرق تكون تدخل المنفعة للمواطن المواطن بدلا من أن ندخل هذه الأضرار وتكون هي سببا بخسارة المواطنين لتلك الأموال نحن نعرف في ساحة التحرير في بغداد العاصمة لم تكن هذه هي الصورة الحقيقية موجودة الآن يعني ذهبنا من مشكلة أساسية اقتصادية مالية سنذهب إلى ساحة التحرير ساحة التحرير طبعا اللي نعرفها موجودة خاصة نفق اللي موجود أسفل هذه الساحة يحتوي على الجدران طبعا سرعان ما تحولت هذه الجدران إلى شبه لوحة فنية هناك خلي نشوف إحنا مراسلنا أيضا زودنا بهذا التقرير علي الحسني رح نشوف اللوحة الفنية التي قام المواطنون والفنانون برسمها خلي نشوف طبيعة هذه اللوحات وممدى وجودها وتأثيرها على الواقع اللي موجود عندنا في البلد إضافة إلى الخطوات اللي قاموا بيها هؤلاء الشباب طبعا هاي الشباب نسميهم ناشطين متطوعين من كيفهم ماكوا أي أحد جبرهم على مثل هذا وبدل ما تكون هناك شعارات تم إبدالها بمثل هذه اللوحات التي ستخلد هذه الثورة أو هذه الانتفاضة أو نقدر نقول هذه التظاهرات وهذه المطالب بمثل هذه المواقف فخلي نشوف شغل الشباب هناك مشاهدينا إنه ليس معرض فني وليست مسابقة للرسم بل إنه نفق التحرير الذي تحول إلى لوحة جدارية يرسم عليها الفنانون من الشباب والشابات لوحات تعبر عن مطالب الشباب ورموز المظاهرات العراقية دفعنا أنه حتى نبين للعالم أنه إحنا ثورة تغيير ثورة تغيير لا ترقية لا للترقية نعم للتغيير لأنه إحنا ندافع والحس الوطني اللي دفعنا أنه نعطر عن قمع المتظاهرين المتظاهرون والفنانون الذين رسموا هذه اللوحات أكدوا إن الرسم على هذه الجدران أفضل من بقائها بمنظر لا يسر الناظرين مملوء بالكتابات والشعارات وأن تلوينها ورسمها بهذا الشكل يعكس صورة حضارية عن العراقيين هذه مساعدة بسيطة اللي نقدر عليه ثورة هاي الشباق نا ما نقدر نهوسوا إياهم صرنا كبار فاللي نقدر عليه أولا نرسم على الحياطين اللي نقدر عليه كرمزة ثورة اثنين من جانب آخر جانب النظافة تعرفون هاي المنطقة صارت عليها هواية شخابيط وهي السوالف في جمالية البغداد أيضا تعتبر نظافة جمالية جمالية الشارع نظيف وشبابنا نزيدها وعي وإحنا طلقنا نتلاب كلية ونزيدهم معي ب هاي الأشياء اللي نسوي رمزة الحرقة الوطنية وإحنا نريد أن يكون حرار ما نريد الأحجاب تستعبدني ويسمر المتظاهرون في اعتصامهم وتظاهرهم السلمي في ساحة التحرير مجسدين أهم الأعمال والتي كان أجملها نافق التحرير الذي تحول إلى لوحة فنية جسدة أهم المعالم العراقية من ساحة التحرير علي الحسني سامراء الفضائية جزءنا الثاني من حلقة هذا اليوم من أصداء الشارع سيكون خدميا وتحديدا داخل محافظة صلاح الدين وسنبدأها من مدينة تكريت مركز المحافظة أهالي مدينة تكريت يعانون منذ فترة من الزمن من مشكلة أساسية وطبعا هي هذه المشكلة هي ليست حصرا فقط في أهالي تكريت وإنما حينما تجوب في شوارع محافظة صلاح الدين بشكل كامل وحتى في بعض مناطقنا في المحافظات الأخرى تجد سمات الخلل واضح بمسألة الطرق والجسور اليوم أهالي تكريت هم راح يكونون أيضا نموذج لمثل هذه الحالات وأيضا نفس الشكاوى ستعرض هي نفسها في محافظات أخرى هناك تلكء في المشاريع هناك أموال غير كافية هناك بطء بتنفيذ المشاريع وهناك غابة المحاسبة لمن يقف وراءها راح نشوف إلى أهالي تكريت اللي طالبوا مركز يعني من مركز المدينة بحاجة هذا القضاء الحيوي والمهم في المحافظة وهو مركز المدينة إلى الجسور والأنفاق يعني خلينا نقول بهذه المنطق لفك الاختناقات المرورية اللي موجودة على تكريت وخاصة اللي تربط تكريت بالمحافظات الشمالية طبعا إنه بهذه المطالبة من قبل المواطنين وصلت هذه الرسالة خلينا نذهب إلى تكريت مشاهدين ونشوف المواطنين بماذا دعوا وطالبوا هذه السنة الخامسة بعد التحرير والحد الآن أنه محافظة صراحية تعاني من قلة الجسور مثل ما أعداء الشاهدون بأنه هو جسر واحد اللي يربط من المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية والحد الآن هذا الجسر يعاني من الزخم اللي موجود الزخم هو ليس بالسيطرة للأمانة ولكن الزخم أنه في منتصف الجسر عدمات تريد تصعد أنه يعني المرور هما مجبرين أنه يكون ساديا أي ذهاب وإياب حتى به وأيضا هناك بعض من المواطنين اللي هو ما عرف يعني شون دا يتصرف بالجسر بأنه يجي بشي سرعة يحاول أنه يسبب زخم لهذا الموضوع المناشدات هي تتراكم إلى حكومة الصلاحة الدين وأتمنى أنه بعد الأحداث الأخيرة اللي حثت وأيضا توكلت بها المحافظين بأنه تكون هناك في محافظة صلاحة الدين إعمار وأيضا يكون هناك أكثر من جسر موجود في محافظة صلاحة جسر تيكريت هو المدخل الرئيسي المدينة تيكريت باتجاه نقول شارع كاركوك يعني شارع كاركوك أصبح اليوم اليوم هو البوابة مع تيكريت هذا الجسر هذا الجسر اليوم صار لأربع سنوات مقطوع من أربع سنوات مقطوع وإخواننا أهل المرور يعانون من هذه المشكلة اللي هي الجسر الجسر واقع والحديدة يومية واقعة ويومية جاي بنالحيم من الصناعة ويصلحون بيها وهذا اليوم أربع سنوات إحنا بس نتعب من وراء هذا الجسر اللي هو يعني جريمة 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 أنه جسر فضاء واحد صار الأربع سنوات وقلت لك لو حشوف الأجهزة الأمنية شرطة والجيش ومرور إخواننا تابس والله تقدموا بالسائبة وارجع أبو البيكم على الجسر واحد وهذا بالمرور أيض كلامي فوالله هاي بوابة المدينة التكريت وقلت لك الرمادي وقلت لك أربيل وكل المحافظات ما شاء الله بواباتهم صارفت شي حضاري نحن بواباتنا جسر واقع الله يقبل آخر كلمة قالها المواطن بواباتنا بشكل حضاري أو بوابات المحافظات بشكل حضاري ولطيف ويعكس هذا الصرح اللي يعتبر بوابة هو تابع للمحافظة وشكل المحافظة وكيف يلفت النظر حينما تدخل إلى المحافظة وتجد في بوابتها مثل هذا الجانب أو مثل هذا البناء الكبير ولكن للأسف مواطنوا تكريت يقولون إحنا للأسف إحنا عدنا جسر مكسر وأحلى فقرة أيضا قالها المواطن إنه يقول إحنا كل ما يصير مشكلة راح أجابوا لهم اللحين يمشي من الصناعية حتى يلحمون الجسر لأنه يدوب يتحمل حركة العجلات اللي موجودة الأسباب لحد هذه اللحظة ربما راح نبينها في حلقتنا بهذا اليوم لا زلنا أيضا في تكريت حقيقة عدنا مشكلة أساسية اللي تقريبا بعد ما شفنا مثل هذه الحالة راحنا إلى قائم مقام قضاء تكريت الرجل عمر الشنداح اللي قال تكريت ستستفيد من خدمات جسرها الرئيسي وجسرين آخرين في مثل هذه الأيام وإن ربما وجود جسر حديد ثاني ينفذ من الضفة الشرقية لنهر دجلة كما أنه نالك نسبة عمل متقدمة لجسر آخر من جهة جامعة تكريت خلينا نشوف ماذا قال الرجل المسؤول عن هذه الجزئيات المهمة موضوع الجسور حقيقة مهم اليوم المواطنين بحركة يعني حركة مستمرة في التنقل بين المحافظات إشكالياتنا كانت في موضوع إعادة تأهيل جسر تكريت المخططات اللازمة لإعادة التأهيل كانت حقيقة تسببت يعني كثير من الوقت تأخر هذا الموضوع اليوم المخططات كاملة رغم ذلك اليوم المنطقة ستستفاد من جسر حديدي آخر ينفذ الآن في الضفة الشرقية من نهر دجلة باتجاه منطقة الجزرة وباتجاه منطقة شارع الباشا مع اكتمال هذه الجسور الحديدي الثابت والجسر تكريت القديم أعتقد ستحل كثير من إشكاليات النقل بالإضافة إلى ذلك اليوم جسر شمال تكريت يعني المحاذي لجامعة تكريت أيضا فيه نسبة عمل متقدمة باتجاه منطقة العلم نأمل أيضا خلال الفترة المقررة لإنجاز هذا المشروع أن ينجز هذا الجسر ويخفف يعني أعباء كبيرة عن الداخلين إلى مركز المحافظة وخصوصا الذين يقصدون جامعة تكريت مشارع الاحتفالات من الشارع المهمة والكبيرة داخل مركز المحافظة اليوم بلدية تكريت تنفذ فيه مشروع لتطوير هذا الشارع من مرحلتين يتضمن يعني تأهيل الجزرات الوسطية الزراعة زراعة مسطح أخضر كبير في الجانب الأيمن من هذا الشارع نحن لتجربة الشارع الرئيسي في بداية مدخل المحافظة كان إلى أثر كبير في يعني جمالية المنطقة وارتياح المواطنين وحتى ارتياد ساعات المساء في موسم الصيف اليوم هذه التجربة إن شاء الله ستكون في هذا الشارع أيضا بالإضافة إلى مجموعة من أيضا صيانة البوابل هذا الشارع والإنارة وأيضا ستكون هناك تأثيث لهذا الشارع نعتقد خلال يعني مع نهاية العمل فيه سيكون أيضا يعني شارع لاعق في مركز المحافظة وأيضا مكان أيضا أن ترتاد العوائل مساء وفيه جلسات وأماكن استراحل طيب إحنا الآن يعني بعد ما الرجل تحدث قام قام قضاء تكريت قال إنه سنستفيد مثل هذه الخدمات ورح نطور مركز المدينة ورح نطور هذه الجسور ورح تكون أو يكون تكون المدينة هي المستفيدة الأكبر بمثل هذا التطور العمراني حقيقة إحنا الآن بصدد يعني نتكلم عن جزئية مهمة ومشكلة أساسية هذا البطء بتنفيذ المشاريع هو اللي يشكي مننا المواطن غالبا في مثل هذه الظروف يعني إحنا شفنا بالبداية قالوا إحنا صارنا خمس سنوات بعد التحرير ولحد الآن أو أربع سنوات بعد التحرير ولحد الآن لم ينجز مثل هذه المشاريع المهمة يعني هذا الجسر رابط يعني شنو المشكلة وما هو الأساس بعدم إنجاز مثل هذه الجسور على الرغم من وجود الأموال اليوم العراق ليس في حالة تقشف كما كانت في تلك الفترة خلال حرب داعش يعني الآن انتهت داعش وأيضا يجب علينا أن نكون صادقين مع المواطنين وعلينا أن نضع مثل هذه المشاريع في أولى الخطط وبالتالي فإن المواطن حينما يتجول في الشارع ويراه مثل هذه البنايات أو مثل هذا العمران وهذا التقدم سينعكس إيجابا على نفسية المواطن وبالتالي سينتهي التذمر والمشاكل لكن إذا المواطن يطلع من بيته يلتقي بالإزدحام والطريق الواحد والسيطرات ويرجع للبيت كهرباء ماكو ومشكلة الأساسية كذا وكذا مثل هذه المشاكل هي أيضا ناهكة عن البطالة وعدم توفر الأموال والجانب الصحي والجانب التعليمي مثل هذه الأمور بالتالي المواطن أيضا إلى طاقة محددة وراح يتذمر من مثل هذه التفاصيل منذ تقريبا من 2003 أو من حرب داعش خلينا نقول أو حتى من 2003 يعني أحد الأقضية في محافظة صلاح الدين عفو أحد المدن في محافظة صلاح الدين وتحديدا هو قضاء العوجة هذا القضاء اللي بمشكلة أساسية لحد الآن لم يستطع أهالي هذه المدينة من العودة إلى منطقتهم الأساسية الأسباب مختلفة والكل تعرفها طبعا منهم يقولون مرتبطة بعائلات مرتبطة بكذا طبعا يعني على النظام السابق أكو عائلات تقول إحنا ما يردونهم يرجعون يعني هذه التفاصيل اللي إحنا اليوم مو بصددها لكن بصدد أنه كيف يكون المواطن العراقي متمتع بكل مزاياه وحقوقه اللي هي واجب على المسؤولين أن يوفروها هذه ربما أو نقدر نقول أن أهالي العوجة الآن بعد أن كان لديهم حلم أنه يرجعون إلى مدينتهم ربما هذا الحلم أو هذا الأمل بدأ يتحقق شيئا فشيئا قبل فترة من الزمن كان هناك مؤتمر لعادة تلك العائلات ومع عشائر أو وجهاء مدينة العوجة في محافظة صلاح الدين وبالتالي ومع قيادات في الحجد الشعبي لعادة هؤلاء وربما هذه الخطوة أتت بثمارها خلال الأيام القادمة أو أتت بثمارها حتى على الأيام التي مرت القضاء أو المدينة العفو يحتاج إلى إعادة بكل مفاصلة يعني هو مدينة متروكة مهملة منذ سنوات طويلة فتحتاج إلى إعادة بناء مثلا المدارس الجانب الصحي الدواء الخدمية الطرقات تحتاج إلى عمل كبير حتى ترجع هذه المدينة إلى أهلها ويتكون مستقبلا مدينة نموذجية ربما يعني يقولون أكو مثل يقول كل تأخيرة بها خيرة ربما تأخر أهالي العوجة ناحية العوجة عن عودة إلها بسبب أنه الحجم الدمار اللي موجود بهذه المدينة أيضا جعل يعني جعل أحد الأسباب أنه أهالي هذه المدينة ما يقدرون يرجعون إلها بسبب حجم الخراب يعني لا مي لا كهرباء لا طرق لا مدارس لا صحة كلها مهملة فهي أيضا هذا أساس من أساسيات عدم العودة لكن بعد تمرير مثل هذه المناطق ألعفو مثل هذه الإنجازات أو مثل هذه الخدمات حينما تتوفر وترجع الأمور طبيعية ويرجع الأمن المستتب كما هو اليوم رح نشوف أهالي هذه الناحية يعودون لهم رح نبدي أيضا يعني الخطوة الأساسية لقضاء العوجة هي أو العفو ناحية العوجة هي حملة تنظيف من المخلفات الحربية من المخلفات الحربية رح نشوف كيف بدأت الكوادر المختصة بتنظيف هذه الناحية من المخلفات الحربية حتى تتهيأ وتبدي الآليات تدخل تبدي عملية الإعمار وإعادة الإعمار وإعادة أهلها إلى هذه المدينة رح نشوف إحنا من البداية طبعا من قائم مقام العفو نطيني لأ حملة التنظيف حملة التنظيف لمدينة العوجة خلي نشوفها إذن وحيث هناك طفح كانوا تجمعات لألمياه بسبب أن الشرقات منطقة غير مخدومة اليوم دخلت الكوادر الفنية المحافظة صلاح الدين عموما بتوجيه السيد المحافظ بعد الاتفاق الأخير مع القيادات الأمنية في قادة العمليات وقيادة العمليات الحجد الشعبي وأمن الحجد الشعبي اليوم نحن الآن في منطقة العوجة التي تتبع لقوات كريت الجهد الخدمي مستنفر الجهد الأمني أيضا مستنفر بدأنا فعليا برفع المخلفات الحربية وتنظيف الشوارع الرئيسية هناك جهد أيضا أمني يعمل فني أمني لتفتيش الدور السكنية من بقايا المخلفات الحربية والتنظيم الإرهابي اللي كان في المنطقة في فترات سابقة إن شاء الله يعني مع اكتمال هذا العمل الخدمي من كل النواحي من جانب البلديات وجانب الماء ومن جانب الكهرباء أيضا وحتى يعني متعلقة بخدمات الصرف الصحي والقطاع الصحي والتربوي إن شاء الله مع اكتمال العمل بشكل أولي ستكون هناك إن شاء الله خلال أيام القريبة المقبلة بعد تنفيذ أمر السيد المحافظ بإعادة العوائل على شكل وجبات إلى هذه طيب راح نروح إلى مدير بلدية العوجة سيد أنس الفراج اللي قال أكو تنسيق عالي بين الدوائر القدمية وحتى تعود العائلات النازحة إلى المدينة طيب طبعا هذه الخطة اللي تم وضعها هي من ثلاثة أو من ثلاث مراحل طبعا بمساندة بلديات أو بلدية تكريد في مثل هذه الظروف خلنشوف السيد أنس الفراس بماذا صرح لقناة سامراء حول هذا الموضوع بطبيعة الحال تم اليوم الدخول إلى منطقة العوجة برفقة السيد قائم مقام قضاءة كريد المحترام وتم عقد اجتماع لتنسيق الدور الخدمي للدوائر الخدمية كافة الاجتماع كان بحضور قيادة الشرطة ومديرية الحجد الشعبي الجميع هنا متعاونين إن شاء الله ومتفقين على إكمال الدور الخدمي لتهيئة عودة الأهالي إلى المدينة قريبا جدا إن شاء الله بطبيعة الحال أيضا مديرية بلدية العوجة وضعت منذ فترة سابقة خطة عمل خطة عمل تشمل ثلاث مراحل إن شاء الله منها أيضا جانب للدور التطوعي للفرقة التطوعية وأيضا هناك مديرية بلدية تكريت تأخذ دور مساند لمديريتنا بكافة آلياتها ومتسبيها وبحضور مدير البلدية حقيقة المهندس عمر الجراد إن شاء الله الأيام القادمة تبشر بخير وعملنا استأنف إن شاء الله مستمر إلى ساعات النهار وحتى ساعات الليل إن شاء الله نعمل على تهيئة مقار مؤقت لعمل دوائرنا وكوادرنا إن شاء الله وإحنا يعني رغم جهوزيتنا التامة ولكن بحاجة إلى المزيد من الدعم من حيث الآليات والدعم المالي والإسناد بأيدي العاملة إن شاء الله وسيد المحافظ المحترم يعني مشرف شخصيا على عملية إعادة الخدمات في المنطقة وإن شاء الله رح يكمل الدور على أكمل وجه إن شاء الله طبعا اللي نوه عليه السيد أنس الفراس بأنه تحتاج هذه الجهود طبعا متواصلة العمل لأنه ناحية تحتاج إلى دعم كبير بالآليات والأيدي العاملة هذه فرصة أساسية لمحافظة صلاح الدين بأنه يعني تشغل الشباب العاطلين عن العمل في مثل هذه الظروف ومثل هذه الفرص حتى نقضي على البطالة وتكون أيضا ترجع المدينة وهكذا تستمر الحياة وتعود الحياة إلى هذه الناحية وبالإضافة إلى أنه تم توفير مبالغ مالية أو يعني حركنا الأيدي العاملة وحاولنا أنه نقلل من الموجودين من البطالة يعني يكون عندنا شفتين أو ثلاثة باليوم يكون أفضل من أن يكون شفت واحد فقط حدث بالدوام الرسمي لهذه المرحلة إحنا بهذه الحالة رح نقضي يكون الوقت هو مناسب لإنهاء عمال التنظيف ومشغلين أكثر ومحركين الجهد الآلي اللي موجود عندنا كل هذا طبعا هذا العمل هو ليس خالي يعني منطقة كانت متروكة أو ناحية كانت متروكة من بعد تنظيم داعش الإرهابي تحتاج إلى تنظيف فيها مخلفات حربية فيها مخلفات أيضا من المباني المهدمة إلى ما شبه ذلك تحتاج إلى دعم هذا الدعم طبعا هو لم يكن أو يقتصر فقط على الجانب الخدمي ولكن على الجهات الأمنية أيضا لها مكان في مثل هذه الظروف هنا نتحدث عن دور بالفوج الثاني من الحجد الشعبي الذي أبدى استعداده الكامل لمساعدة أهالي العوج بالعودة إلى المدينة من خلال المشاركة بعمليات تطهير هذه المدينة وتسريع أيضا عودة النازحين إليها اليوم إن شاء الله الحجد الشعبي هو مثل ما قالت المرجعية صمام الأمان فاليوم أبناء العوجة وأبناء تكريت وأبناء الموصير وأبناء الجنوب أينما كانوا وأينما وجدوا فأحنا اليوم لهم بدرع إن شاء الله فأحنا بخدمة كل مواطن عراقي يعني إن شاء الله ينبشر الإجراءات بكافة الأصناف إن شاء الله جهدوا لهندسهم أمن لهم المكان طهرنا المكان كشف الهندسة وغيرها والألقام كذلك من هذه الأمور وإن شاء الله مستمر العمل إن شاء الله لحمة واحدة وهذا الشيح نخوانهم وإن شاء الله واكفينوا ياهم للأبد للأبد إن شاء الله واكفينوا ياهم أيضا هذه الجهود هي لا تزال تحتاج إلى مزيد من الدعم سواء من الدوائر الأخرى وهنا نتحدث عن الدور الصحي وهو الأساس أيضا في رفض الحياة وإعادتها إلى طبيعتها حيث أن قسمة أو قطاع الرعاية الصحية قال بأنه بصدد البحث عن موقع لإعادة افتتاحه في ناحية العوجة نحن اليوم الحمد لله قطاع تكريت الرعاية الصحية الأولية يباشر بإعادة خدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية في كمولك الصحي العوجة إلى العوائل النازحة في قرية العوجة إن شاء الله اليوم بصدد توفير مكان مناسب لبدء الخدمات الصحية إن شاء الله مع بداية دخول الناس إلى هذه المدينة طبعا إن شاء الله نحن كدعم صحي موجود إن شاء الله من الكوادر الصحية ومن الأدوية والخدمات الصحية إن شاء الله كافة إحنا الآن بصدد توفير المكان وتوفير عيادة متنقلة للناس النازحين وتوفير الأدوية ومن غدا إن شاء الله ومن غدا تبدي الكوادر إن شاء الله بالدوام الآن بصدد تخصيص مكان لغرض تواجد الكادر الصحي وأيضا تقديم الخدمات الطبية للناس المتنقلين أيضا لا بد أن نشير إلى أن هناك دعم آخر سيقدم إلى الناحية وهو الدعم التربوي والمدارس فقسم تربية التكريت أيضا أكد على أن الأضرار بسيطة في مدارس العوجة ومن الممكن إعادتها راح نشوف إحنا طبيعة مثل هذه الإجراءات بأنه ممكن إعادة ترميم مثل هذه المدارس حتى يرجعون أولادنا يعني إحنا إذا انجزنا الطرقات ورتبنا الطرقات وعادت الحياة إلى طبيعة نحتاج إلى المدرسة ونحتاج إلى الجانب الصحي وكذلك أيضا يعني نحتاج إلى الدعم أو ربما ما شبه ذلك خلنشوف إحنا قسم التربية بماذا تحدث عن مدينة أو ناحية العوجة حتى ممكن أنه تكون هذه المدينة متكامنة بالخدمات على عكس ما يجرى في باقي المدن الأخرى يوم الحمد لله تم دخولنا إلى منطقة العوجة بالنسبة كقسم تربية تكريز زيارة المدارس المتواجدة في قرية العوجة زرنا بعض المدارس مدرستين بها يعني مضررة قليلة إن شاء الله إحنا بالنسبة لأننا سوف نرفع تقرير كامل مفصل إلى تربية الصلاح الدين لاتخاذ الإجراءات القانونية ولمطالبة بعودة الطلاب إلى هذه المدارس اليوم إن شاء الله مدرستين تحتاج إلى بعض الترميمات يوجد بالقاطع التدريسي الحروقات إن شاء الله بسيطة إن شاء الله متوفرة الرحلات إن شاء الله الكتب الكادر التدريسي متواجد في داخل تكريز إن شاء الله فقط ترميم المدرسة وعادة الحياة محافظة صلاح الدين يعني كشكل عام إحنا نعرف إنه قبل تقريبا أكثر من شهر تم إعلان إنه يجب إنهاء ملف النزوح بشكل كامل وإغلاق هذا الملف حتى بعد ما تبقى عدنا مدينة بها نازحين وخلص يبقى أو تبقى المحافظة تعيش حالة من الاستقرار الأمني والخدمي الموجود بها لكن هذه الخطوة على الرغم من حالات من هنا وهناك يعني ربما واجهت هذه أو واجهت مثل هذه الخطوة معرقلات هذه المعرقلات هي تمثلت بضرورة وجود دعم كامل يعني ما ممكن إنه نعيد كل النازحين إلى مناطقهم إذا محتاج إلى أموال ودعم حكومي لإعادة ودولي أيضا لإعادة إعمار هذه المدن وتحديدا لنتكلم هنا فقط عن ناحية العوجة أيضا كان لها مثل هذا النصيب الحقيقة حكومة محافظة صلاح الدين لم تبخل بجهد إلا واتخذته من أجل غلق ملف النازحين سواء في منطقة العوجة أو مناطق أخرى وهذا ينسجم مع المشروع السلم المجتمع الذي يتنادي به اليوم تم إغلاق إن شاء الله ملف نازحية العوجة وبدأت الدوائر الخدمية بتنفيذ مهامها على الأرض وما ننتظره هو الدعم الدولي والحكومي من أجل أن تنفذ خطة محافظة صلاح الدين على أكمل وجهه وكما تتمناه هي من أجل نهاية سعيدة لهذا الملف المحزن في سنين ماضية نتمنى عودة نازحي أهالي مدينة العوجة بسلام وكما بدأت هذه الآليات برشة الماء على الأرض نتمنى أن ترطب قلوب الأهالي بعودتهم إلى بي صراحة يعني خلينا نكون واضحين أنا كرجل تابعت مثل هذه المواقف إذا أجيت قارنتها مع بقية المدن والخطوات التي اتخذتها الحكومات سواء في محافظة صلاح الدين في الموصل في الأنبار في ديالة في كاركوك ربما كانت مختلفة نوعا ما لم تكن ولم نشاهد ولم نرى مثل هذه الحملة الكبيرة حينما نقول عنها حملة فعلا حملة مختلفة الجوانب متعددة الأهداف كل شخص إلى جزء معين بعمل في مثل هذه المدينة وبالتالي فإن إذا استمرنا بمثل هذه الخطوات ونوجه كل الدوائر الخدمية بالفعل إلى هذه المدينة بهذه الكثافة بهذه السرعة بهذه الآليات وبهذه الحيوية سنجد فعلا مدنا كانت سنقول عنها كانت تعيش حالة من عدم الاستقرار والخدمات السيئة أما اليوم في مثل هذه الخطوات فعلا سنبقى نلاحظ ونتابع ونرصد أيضا مثل هذه العمليات وإلى أن يعود كل نازح عراقي إلى مدينته وأن ينتهي ملف نقص الخدمات في جميع مفاصل الدولة مشاهدين إلى هنا وصلنا إلى حلقة هذا اليوم من برنامج أصداء الشارع نلتقيكم بإذن الله في حلقات مقبلة نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة